معانا اول سؤال معانا الاساس شامي. استاذ شامي تفضل يا كتابة شامي. سلام عليكم. وتفضل عليكم. اتفضل يا استاذ شامي. بوقت عام الشيخ انا حيمت اللي انا استيابتك كنت بقى اكل وانا بقى اكل كده تفتيت نملة مع الاكل. طي. وحاسي الشيخ اللي انا بقيت مسلا ايه يقعد مسلا يعني قرفت الشغل وولدت الحركة. حاسيت ان الناس مسلا بقتبعد عني مش عارف يا شيخ ده غضب من ربنا ولا ده تلاقي ولا انا مش عارف يا شيخ يبقى كده السؤال السؤال بتاع الحلم والسؤال بتاع والناس بتبقى عنك ليه صح ايضا يا شيخ اجاوب على حضرك وصول الشام اول حاجة احنا مش فلسفتنا في البرنامج ان احنا بنتوسع في مسألة تفسير الرؤى ولكن سهل جدا جدا ان انا اقول لحضرتك ده امر واضح ان هو حديث نفس وان دوة جاي من انك انت حاسس ان انت لوحدك ولكن اللي انا عايز اقولهولك ان انت عشان تجد ان الناس ما بتبتعدش عنك انت فيك حاجة اكيد بتخلي الناس تبتعد عنك اكتر حاجة بتخلي الناس تبتعد عن الواحد ان الناس تحس انه هو لما يعودوا معاه يغمهم انا عايزك تراجع مسألة احساسك بالمظلومية احساسك ان انت يعني حظك قليل لو انت حاسس ان حظك قليل غير الحكاية دي وخليك سعيد وخليك حاسس بنعمة ربنا حتى لو انت بشايف نفسك فقير هو على فكرة الفقير ده وقت انا قاسف يعني في فرق ان الفقير يكون حاسس بالاحتياج وان الفقير يكون حاسس بان هو ربنا النسي اعوذ بالله اعوذ بالله من هذا التفكير في ناس كتيرة جدا جدا لما بتفتقر او تكون فقيرة يعني وانا برضو مش قادر افهم يعني هو احنا فينا حد غني او ما تزعكوش هو فينا حسعي حد غني ربنا خطبنا كلنا وقال يا ايوه الناس انتم الفقراء ويل الله كلنا فقرة محتاجين ربنا كل الناس محتاجين ربنا حتى اللي عندهم فلوس كتير مش عارفين يصرفوها فين ده هم محتاجين ربنا عشان يحفظ لهم الفلوس دي اللي هم مش عارفين يحفظوها ازاي فلو كنت فقير انت ممكن مكنش عندك لو بلغة الناس ما عندكش فلوس بس عندك رب عندك الغني فخليك عايش حياتك بأنك أنت عبد الغني عبد الكبير عبد الواسع فجاهد واجتهد وعيش حياتك بدون تضييق اللي أنت فيه مش نهاية العالم فيه رزق من ربنا جاي وعشان كده أنت لازم تفهم ده كويس خلاص يا سيد الشام